دي كانت رسالتي لميستر فيتوريا علشان تبقى الامور واضحة بالنسبة للجميع النهاردة كان في مباراة ايضا زي ما قلت لحضراتكم كانت مباراة 2008 اللي فاز على نادي الزمالك كان في ارض ايضا مباراة لفريق 2005 بقناة الكابتن حسن محمد قدر يفوز لعيب النايد الاهل النهاردة على نادي فيوتشر بنتيجة 1-0 احرز الهدف احمد عبدين كانت كرة سبتة احمد عبدين من المدافعين المميزين طلع في كرة سبتة قدر النهاردة يتعامل بضربات الرأس وقدر النهاردة يحرز هدف التقدم للنادي الاهلي وقدر النادي الاهلي يفوز على مودرن فيوتشر بهدف عبدين النادي الاهلي النهاردة ابتدى في حرص المرمى حازم جمال في الدفاع يوسف جمال عبدالله بستنجي موتاز محمد احمد عبدين وفي الوسط كباكة يوسف عبدالحفيظ الشام مصطفى سيف ايمن ويوسف عفيفي في الهجوم محمد رقفة وشارك معاز عطية بدلا من يوسف عبد حفيظ ومحمد احمد سعد شيبة بدلا من رقفة وعلي اديب بدلا من سيف ايمن وطارق فوزي بدلا من شام مصطفى ومحمد عبدالله بدلا من يوسف عفيفي بن بارك لفريق 2005 وكل التوفيق اليوم خلال الفترة الجاية دي كانت كل اخبارنا وتخطيطنا للكطاع لكن الروح لقطاع مهم جدا في كطاع الناشئين بالنادي الاهلي كطاع بحق ايضا نتائج جيدة جدا وهو كطاع البراعم كابتن تامر حفني كابتن بدل رجب كابتن محمد شاوي كابتن ريد سليمان عاملين شغل اكثر من راعم هذا القطاع وهو فريق يعني كطاع البراعم اللي يبتدي من 2011 2012 2013 2014 لسه 15 مسابقته ما تكون السنة القادمة باذن الله نروح نشوف تقرير البراعم مع 2011 ونرجع لحضراتكو مرة تاني ترجمة نانسي قنقر